وخير الأيام؟ عشر الأوائل من زي الحجر لماذا دكتور؟ لماذا خصها الله أكثر من غيرها؟ الله عز وجل أراد لهذا الإنسان يالي ألف العبادة فبردت همته يؤديها تأدية أحيان شكلية فلما تابع الأداء الشكلية كأنه ضعفت همته وضعف إقباله على الله فالله جعله مواسم تحفيزية جددوا إيمانكم أنت بموسم تدعو الطعام والشرب تدعو المباح تدخل لبيتك في رمضان والجو لا يحتمل حرارته وجائع جوع لا يحتمل وبحيث عطش لا توصف ما بتقدر تضع قطرة ماء بثمك أنت بهالطريقة هاي تتأكد أنك تعلم أن الله يعلم تتأكد أن الله سيقافئك يعني موسم للإقبال على الله موسم لشحذ الهمة موسم لفتح صفعة مع الله جديدة موسم لتوبة نصوع تجرف كل ما سبق فالله جعل مواسم منتوب برمضان بالعيد الأضحى منضحي نطعم الطعام ننشر السلام نصلي بالليل والناس نيام نبلغ الجنة بسلام عملنا مواسم عملنا مناسبات تحفيزات حتى نشوق إلى اللقاء معه يعني عفوا الطفل إيام بكره طعام ما بكره طعام لما بدو طعم يحبه يتابع هذا الطلب كل يوم نعم كأنه الله عز وجل ينتظر منا أن نذوق طعم القرب منه الله أكبر ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال الذات الكاملة سبحانه وتعالى يعني إن لم تقل وقد سمح لك أن تتصل به إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أطقى مني هناك مشكلة مع الله أنت مع أصلي الجمال تصور مرة يعني في هولندا مهتمة بالورود بالنباتات الزينة بتلاقي حقول قطعة من الجمال لا تصدق هذا جمال الله عز وجل منحه لوردة منحه لفاكهة شوف لون الفاكهة وحجم الفاكهة قوام الفاكهة هذا كله إكراما لنا يعني الدواب نوع واحد بيأكله كل حياته كم نوع فاكهة بحياة الإنسان كم نوع طعام كم نوع لحم فكلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باطن الأمن المؤمن عنده حالة أمن والله لو وزعت على أهل بلد لكفتهم والله يتمتع بحال للأمن لو وزعت على أهل بلد لكفتهم الدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك دقيق ما قال الأمن لهم لو قال الأمن لهم ولغيرهم أولئك لهم الأمن وحدهم لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن نعمة الأمن التوفيق وما توفيقي إلا بالله أسام بيوفق أيام بزواجه يوفق بعمل مريح ودخله معقول يوفق بأولاد أبرار ببنات صالحات محتشمات بتوفق بحرفة راقية جريفة في حرف مبني على معاصي وأسام أيام بتمتع بحريته ما في عليه مأخز ما له ملاحق مشى على منهج الله فحفظه الله والآمر ضامن يعني أنا بقول كلمة إيجابيات أن تعرف الله وأن تطيعه لا تعد ولا تعصى ملخصها أن تقول وأنت واثق مما تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد منه أنت مع القوي يعني عفوا طفل صغير إذا كان ابن ملك يخاف من الرجل الكبير ما بيخاف والده الملك نعم الله قال خاطب النبي قال له فإنك بأعيننا يا الله شو هاي الكلمة هاي متى إذا واحد تزوج وما أنجب هو غني وبيحب زوجة حبا جما ما بده يزعله بزوجة ثانية بعد عشر سنوات أنجب طفل آية في الجمال تعلق به تعلقا مذهلا فإذا أخذه إلى حديقة عينه عليه دائما فإنك بأعيننا أنت غالي على الله كمؤمن غالي عليه كثير أعطوه دواء ذات الجنب للنبي فغضب غضب شديد كأنه الورم الخبيث قبل أن يموت قال ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به ومعنى إذا واحد يمتحن به المرض سيء لا ما أقصد هذا أطلاق بس أنت كمؤمن بتحس أنه أنت غالي على الله في أشياء بتنهيك ما في بحيالك ما في شي من هذا واحد له دكان وبيأدي زكاة ما له بالتمام والكمال إجا شخص قال له احترق دكانك بقي مطمئن قال له عجيب قال له أنا مطمئن ما كان الله ليفعل أنا أودي زكاة ما له والله مر أخ أخ من قطر مجاور أنا يعني صديقي الحميم راكب سيارته فضرب سيارة سورية والضرب كبير يعني بيحتاج لألفين لتلاف لير والله أنا واقف السائق لما وجد اللوحة ليست سورية من دولة مجاورة قال له مسامح تفضل ما دي شي هالرجل هطلت من عينه دمعة شو هي الدمعة؟ هو غني كبير يعني هو وفر للتلاف لير لا مو هيك سألته لماذا بكيت لأنا قبل سنتين أسره من سوريا رات بسيارة بيجو وكل النساء محجبات ضرب سيارتي جاي يعمل لك نزهة بيروت ما حبيت إنزعله النزهة قال له سامح الله أكبر بعد سنتين أنا استغربت لأنه سائق سيارة عمومي وهي عندهم قوة وعندهم كلام مجادلي قوية جدا لما لقاها سيارة ليست سورية من بلد مجاور أعفو عنه قال له مسامح أنا بكي قال لي أنا من سنتين وجد أسره النساء محجبات ما حبي يعني يزعلون سبحان الله فالله كبير جبر الخواطر ما عبد الله في الأرض أفضل من جبر الخواطر شيخنا الواقع شيخنا كثير من الناس يسيروا على درب الله ويستقيم ويصلي ويصوم لكنه لا يشعر بهذا الجمال ولا بحلاوة الإيمان ولا بالصلى المنعقدة مع الله ولا يشعر أنه أسعد الناس على وجه الأرض أين الخلل لديك جواب دقيق بيت 450 متر فيه 8 تريات رشنج الواحد يحقب مئات الأدوف فيه كل الأجهزة السلاجة والميكرويف المراوح التكيف كل شي فيه بس ما فيه كهرباء كله واقف هالتيار الكهربائي بنقطع بميلي متر بنقطع بمتر مدام فيه مخالفات فقد الإقبال على الله فقد الاستمتاع بالصلى مدام فيه يعني سهرة مختلطة فيه مال إلو إشكال فيه مبلغ رشوة فيه مبلغ حرام فيه متع عينه بنساء لا يحلن له ماشي بالطريق فأطلق البصار فحتى لو صلى وصام لن تنعقد الصلة الكاملة هذا تقبيت فيه كل الأجهزة بس ما فيه كهرباء فأنت لما لم تستقم استقامي كما أراده الله استقامي عن الكبائر وكلتنا أخذ ألف بيت عما خمر ما فيه نحن مسلمون لأنه زينة ما فيه قمار ما فيه قتل ما فيه وين مشكلتنا؟ بالأشياء الصغيرة سهرة مختلطة يعني سياحة لا ترضي الله لأماكن موبوءة فيه كتير مخالفات لما إنسان بفقد صرته بالله فقد السعادة بالدين بصير الدين عبق عليك العبادات عبق بصير أفوا بين أن تقول أريحونا بالصلاة وبين أريحونا منها أريحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم بجوز واحد إذا كان له تأصيرات أو له مخالفات بتلك والله الحمد لله العشرة خلصنا منه صلينا بين أريحنا بها بين أريحنا منا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمد تغريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد صدقتنا الله يفتح لك شيخنا إذا سيدنا الإنسان عليه أن يسير على شرع الله هذا الأساس لن يشعر بجمال وحلاوة هذا الشيء إلا إذا كانت كل سلوكيات استقامة ليس فقط أدى الصلاة بل تجنب المال الحرام والكلمة الحرام والنظر الحرام إباديا الذين أسرفوا على أنفسهم ما ترك معصيمة سواه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا وسعت رحمته كل شيء نحن شيء أنت شيء وبهذه التوبة شيخنا يصير إنسان إذا صلى أدرك جمال الصلاة التوبة تجب ما قبلها إذا رجع العبد إلى الله أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين ونعم الله الله يفتح لكم يا دكتور الله يزيكم الخير لهذا التوضيح ولهذا التأصيل ولفكرة أن الإنسان عليه أن يستقيم على مدار الحياة لكن هذه المواسم كرمضان وذي الحج ليزداد همة إن فترت همته الحج عبادة كبيرة جدا الحج في انتقال من مكان إلى مكان نعم أنت بتصلي ببيتك أو بمدينتك بالجامع بس بمدينتك وبالصوم بمدينتك وبتدفع زكاتك بمدينتك إلا هالعبادة فيها سفر سبحان الله فيها مشقة فهذا الذي سافر إلى الله هذا زائر إلى الله في إكرام كبير له بس هذا السفر بيحتاج إلى صحة وإلى مال نعم هذا الذي يجلس في في عمان في الشام في بغداد في القاهرة ما أطح له أي حج كأنه الشرع جعل له العشر تيام يعني بيقطف سمار الحاج أحاول بالمية مية بالمية تمانين سبحان الله صيام وعبادة وقرآن كريم أنت ما تمكنت أن تنذب إلى الحج صم بعض هذه الأيام أو كلها لكن لابد من يوم الوقف هذا يرتقي إلى واجب الواجب بين الفرض وبين السنة بدأت تقترح للمستمعين شيخنا في هذه الأيام إضافة للصيام طلب العلم عمل صالح تفقد الأهل للأقارب صلة الرحم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق بكل أخت مثلا فقيرة زوجة فقير بطرف المدينة إذا كان زوجة غني بتلاقي كل ما عطس بيهنوه بيزوروه هيا مهملة وين بطولتك تزور الأخت اللي زوجة دخله محدود تجبر خاطرة بيت فيه سعادة والله مرة بذكر يعني إنسان صار معه مرض مرض يعني بالقلب وما معه سمن العملية ولا واحد بالمليون عملية بدأ أربعمائة ألف وقتا دلي غني كبير قال هي عملية على حسابي العملية نجحت والطبيب من إخواني الجراح ناجحة جدا أنا بذكر زرته بعد العملية الأولاد يكادون يرقصون من فرحيهم دفع جزء من ماله لإجراء عمل جراحي لإنسان فقير عنده خمسة أولاد والله أول ما زرتهم أنا زرتهم أول مرة كان السماء العملية البرض يكشف وما في معهم سمن العملية فيه بالبيت كآبة لا يعلمها إلا الله لما هل إنسان تبرع بهذا المبلغ يا أخي العمل الصالح بديقول كلمة دقيقة أنت رفعت إلى الله عمل صالح رفعته لا بدك سمعة لا بدك من يمدحك بدك إرضى الله عز وجل شو بيجيك من فوق بيجي سكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكتها كل شيء الله يفتح لك هي السكينة أعظم عطاء إلهي يعني سيدنا يوسف رأها في السجن كان أسعد إنسان سيدنا يونس يوسف بالسجن يونس بط الحوت إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك الله يفتح لكم يا دكتور هل في أيام عشر ذي الحجة دكتور تجتمع العبادات وكلها الحج والصيام الصلوات صيام عشر تيام أو صيام يوم الوقفة يعني مو بس صام يوم الوقفة يعني القرآن أكثر من قراءته يعني الشاشة مو مفتوحة فالتاني أنا ما بعتقد إذا كان شاشة مفتوحة وغير منضبطة في مشكلة كبيرة جدا يعني في غراء يصار عندك أبن شاب وبنت شاب مثلا إذا ما كان فيه انضباط بالشاشة الطريق إلى الله غير سالك تنضبط على محطات إخبارية ودينية فقط طيب شيخنا الكريم من كان بعيدا عن الله مثلا إنسان لا يصلي إنسان يتعامل في الربا إنسان عنده حقوق والدين في جواب سيدي كيف يمكن أن يصلح؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا ما خل معصي ما سواها على أنفسهم لا تقنطوا من رحبة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله وجبت محبتي للمتحبين فيها سيدي الناس ما ذاقوا طعم القرب الله ذات كاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلم أصطل الجمال والكمال والنوال لما الإنسان بذوق طعم القرب من الله ما لهم استعد يأصل مع ربه ولا بسانيه ذاق طعم القرب الله يفترح لكم يا دكتور الله يفترح لكم يا دكتور طيب شيخنا الكريم هناك أحب دائما لكل إنسان قد فقدناهم هل يمكن في هذه الأيام الفضيلة أن يقوم الإنسان بعمل ويهدي ثوابه لذلك الميت هل يمكن مثلا أن ندعو له نستغفر نقرأ قرآن عنه وذنك اللي بعرفه الدعاء والصدقة الدعاء والصدقة أما أنه إليك عمل صالح أنا أريد وصله لفلام ما أريد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي واضحة أصل هذا صلى قيام الليل أنا أريد أن أهب الأخ النايم اللي عم يتابع فيلم بالتلفزيون بديوه بوصلاتي ما تزبطه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن الدعاء والصدقة والصدقة تنفع المريض تنفعه أبدا نعم الدعاء والصدق نعم للإنسان المريضي أو للإنسان الميت دكتور إن شاء الله هذه الثواب وهذه الأعمال الصالحة تنفعه وتسلعه طيب شيخنا الكريم أيضا في ظل هذه الأيام المباركة كيف يمكن للإنسان أن يحث الآخرين على أن يعبدونه هل من نصيحة دعوية؟ سيدي أنت ما بدي أقرب مثلا لحياتنا هذا الهاتف قد يكون حقه 100 ألف في أنواع غالية جدا نعم إذا ما شحنته شقفة بلاستيكة بس والإنسان إذا ما انشحن أناني بخيل ذئيم مصلحجي قطعا قطعا بس كان شحان يا رطيف كتلة كمال ملائكي يؤثر دائما بياخد الأقل يعطي الآخر الأكبر سيدي الفرق بين المؤمن غير المؤمن مو لأنه بيصلي المؤمن والله يلاقوا بالغ في 100 ألف بند يتميز بها المؤمن في أنصاف في رحمة في اعتدال أنا بشكل مرة يكمح الأقمي شيء ما بنسهل صانع يتيم عنده حمله توب الثاني الثالث قال له ما بقى فيني قال له شب أنت شب حمله سبعة واب من محل لمستودع والله ونواقف ابنه حملته بواحد بقوعة ظهرك هذا يسقط من عين الله يسقط من عين الله ما عياذ بالله لأبنه بيجيب له أساد زي والمبلغ فلك من النفع لكن ما بيدفع لأ صانع عنده عنده صانع طالب أنه بس يطلع قبل الدوام قبل ثمانية بساعة واحدة لا يلتحك بمدرسة مسائية يأخذ شهادة قال لي أبدا قال لي أبا ما بيسبح له بعد ما أخذ كفاءة بفئس بيتركني بدي خليه جاهل طول حيث ابنه بحط له مليون ليرة دروس خاصة مليون بيحط له هذا أبن الفقير ما بيخلي يأخذ كفاءة يعني متوسطة الله المستعد شيخنا الكريم نختم هذه الحلقة بالدعاء ونسأل الله القبول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا الله ما اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين واحق دماء المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين